مشاهدينا التسع صباحاً مع موجز الأهم الأنباء مع دينا الشرف شكراً لك جومانا التسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح سيسي توجيهات للهيئة الهندسية لقوات مسلحة بترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بإنبابة إطرى الحريق الكبير الذي نشب بها وتقدم الرئيس سيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء في الحادث مؤكداً أنه وجه كافة أجهزات ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع أثار الحادث وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وخلال اتصال هاتفي مع قداصة البابا توادرث الثاني بابا الأسكندرية بطرييرك الكرازة المرقصية تقدم الرئيس سيسي بتعازي لقداصة البابا في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين وأيضاً أكد الرئيس سيسي على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لإحتوي أثار هذا الحادث الأليم تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سايد وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس التونسي عبر عن تعازي الشقيقة تونس حكومة وشعباً للرئيس والشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين هذا وشهدت كنيسة الرئيس الملائكة ميخايل بالورقة صلوات التجنيز على ضحايا حادثة حريق قنيسة أبو سيفين وكانت جثامين الضحايا قد وصلت إلى الكنيسة لإقامة صلوات التجنيزة حيث وجه نائب العام بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادثة أعلنت أوكرانيا أن خطر وقوع كارثة في محطة إيزابورجيا النووي الخضاعة لسيطرة قوات روسية يزداد كل يوم وأوضح رئيس بلدية مدينة إيزابورجيا جنوب أوكرانيا أن ما يحدث بمحطة إيزابورجيا قد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة ومن جانبها اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضرابات التي استهدفت المحطة وصل وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان بعد أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة وسيلتقي الوفد المكون من خمسة أعضاء بقيادة السناتور إيد ماركي الذي يمثل ولاية ماسوتشتس المسؤولين في تايوان وقال بيان للمعهد الأمريكي في تايوان إن الوفد سينقش الأمن الإقليمي والتجارة والاتثمار وسلاسل الإمداد العالمية أرسل الجيش الجزائري مروحية للسيطرة على حراء الغابات بمنطقة تالين غرب الجزائر العاصمة الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة وأوضحت مصادر جزائرية أن الجيش تدخل تقديم الدعم للفرق الميدانية التي كانت متواجدة بالفعل بهدف إخماد الحريق أعلنت سلطة المحلية في منطقة أراجون شامان إسبانيا أن حريقا أتى على ألاف الهكتارات وأكد رئيس منطقة أراجون أن التمدد السريع على نيران كان بسبب الرياح وأن الوضع حريق وأعلنت الحكومة المحلية أن 1500 شخص على الأقل تم إجلاءهم من هذه المنطقة الريفية والتي تضم محمية طبيعية بينما يواصل حوالي 300 عنصر إطفاء إخماد الحريق مدعومين بمروحيات ختام مجاز التاسعة فاصل ورود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر